أبناء لبلتنا العزيزية طلاب السنوية العامة المعلوم أهلا وسهلا بكم النهاردة بنستكمل لقاءنا بمشيط الرحمن في الباب التاني البيولوجية الجزائية وجزء جديد في لقاءنا اليوم بعنوان إصطاح يوب الديني وعايزين نتكلم عن المحتوى الجيني في خلايا أوليات النواة وفي خلايا حقيقيات النواة ونعرف يعني إيه الجينوم أو المحتوى الجيني ونعرف يعني إيه دي إن إيه المتعدد أو المتكرر ونعرف بنفس الوقت يعني إيه دي إن إيه عديم الشفر هذه كلها مواضية تصادفنا وإحنا شغالين اليوم في لقاءنا بمشيط الرحمن تعالوا نتوكل الله كده ونركز معي في كل كلمة وفي كل جزئين من جزئياتنا اليوم بمشيط الرحمن نبتدي بلافظ اسمه البوليمرات البايلوجية يعني إيه البوليمرات البايلوجية؟ نقول دايما البوليمرات البايلوجية هي الجزئيات الوضوية الكبيرة التي تتكون من وحدات بنائية متكررة لو جينا شوفنا عندنا مين هذه البوليمرات البايلوجية التي تتكون من وحدات بنائية متكررة لو جينا شوفنا مثلا على سبيل المثال النشا كنا نقول ده عديد جيليكوز جلايكوجين ده عديد من الجيليكوز لما نقول البروتين ده عديد من الأحماض الأمينية لما بنقول الأحماض النهوية سوى كانت DNA أو RNA فها عبارة عن عديد من النيوكلوتيدات وإحنا بيكلم مع بعض لو جينا نشوفنا عندنا كل المركبات البيولوجية اللي بتوجد في الخالية على شكل بوليوميرات معرضة للتلف معرضة للتغير معرضة إن يحصل فيها أي مشاكل من هزي المركبات الأحماض النهوية أو الDNA زي ما نشوف النهار DNA يمكن إحنا قلنا بيتكون قبل كده من شريتين بالشكل ده كده يعني واحد عكس الآخر القواعد ترتبط مع بعض بروابط هيدروجينية والنيوكلوتيدات ترتبط معا بروابط تساهمية عالو نشوف كده مع بعض إيه أمثلة للمشاكل دي وإيه أسباب هذه المشاكل والعيوب فلو قلنا إيه أسباب تلف الDNA أو أسباب تلف معظم المركبات البيولوجية الكبيرة أو معظم البوليميرات البيولوجية اللي بتخش في جسم الحيوان والنبات والإنسان والبكتيريا وهو كائنات الحية في العموم فبنقول أول حاجة تغير البيئة المائية داخل الخلايا وينها في الغالب التغير؟ في الغالب اللي بيظهر أسره أكتر بالنقصان بمعنى جفاف الخلايا فقد الخلايا مرتوى المائي ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا في الخلايا المركبات الكيميائية المختلفة اللي ممكن تخش الخلايا تلغبط عمليات الحيوية وتعمل مشاكل لما بتعمل تفاعلات غريبة في جسم الكائن الحيوية الإشعاع ألفا جاما بيتا أشعة أشعة أكس أشعة فوق منفسجية كل ديت إشعاعات أسبب أضرار وينحس بالأضرار ديت في لقاءنا اليوم وفي لقاءنا القادم بمشيط الرحمن في أسبوع القادم لولين عمر الحرارة الحرارة على سبيل المثال ممكن تكسر الرابط التساهمية اللي بتربط السكر الوحادي مع القاعدة النيتروجينية الربطة اللي عندي التساهمية دي اللي بتربط السكر مع القاعدة ممكن تكسر الرابطة ديت ده بيعمل على تلف القاعدة النيتروجينية فلو وجدنا على سبيل المثال تفقد الخليل البشرية ومن حوالي خمس آلاف قاعدة بيورينية القاعدة الكبيرة الأدينين والجوانين بتتلف وتفقد اتصالها بين الDNA اللي بتدخل فيه تكوين طيب لو جينا شوفنا عندنا هل التلف ده يستمر تخيالوا لو الجيد دي فسدت لو الايه دي فسدت مين اللي هيجي مكانهم دايما باللاحص حاجة هنا لو الايه دي فسدت مقبر مقبر انه لازم يجي ايه مكانها طب ليه ايه اللي خلانا اقول لازم يجي ايه مكانها القاعدة الثايمين اللي في الشريط المقابل دي تعمل كقالب يساعد على اصلاح هذا العيب بص لو الجيد دي فسدت لازم تيجي مكانها شمعنا القاعدة سيتوزين اللي في الشريط المقابل دي تساعد على اصلاح هذا العيب عشان كده دايما بنقول هنا فيه حاجتين مهمين جدا بيساعد على اصلاح العيب اللي ممكن يحدث فيه الـ DNA. إيه الحاجتين جولة؟ أول حاجة وحاجة أساسية النيكلوتيدة المقابلة في شريط DNA المقابلة. حاجة تانية عشرين نوع من انزيمات الربط. عشرين نوع مختلف من انزيمات الربط. عشان كده هنا بنقول الجملة المشهورة عندنا في الجزئية ديت. يا جماعة تلعب انزيمات الربط دورا هاما في إصلاح يوب الـ DNA. يا جماعة انزيمات الربط تلعب دورا في السبات الوراثي للكائنات الحياة. تساعد على سبات الصفات الوراثية. تحافظ على الدين من التغير. طب ازاي؟ بنأكد مع بعض انزيمات الربط بتتعرف على المنطقة التلف في الدين. طب ومعدين تقوم انزيمات الربط بإصلاح التلف ده بتشيل النيكلوتيدة اللي فسد الديت وتتزاوج مع نيكلوتيدة جديدة في الشريط المقابل اللي هنا. بكده طبعا يتم إصلاح هذا العيب. وطبعا عشان تشتعل انزيمات الربط وتصلح العيب اللي خاصل ده لابد من وجود نسختين من المعارمات الوراثية فقلنا لازم إيه اللي يحصل الله؟ لازم يبقى هنا في ايه؟ يبقى هنا في تيه. لازم هنا في جيه؟ يبقى هنا في سيه. فاحنا بنعتمد تماما على اللاولا بالمزدرج هنا في الصح هذا العيب. لازم وجود الشريطين دولا دون تلف بتقدر انزيمات الربط تستخدم الشريط المقابل زي ما قلنا كقالف الصح هذا العيب. لو جينا نشوفنا عندنا يبقى كده لو الايه دي فسدت. لو الجيه دي فسدت مين اللي يجي مكانهم. هنا لازم تيجي ايه؟ وهنا لازم تيجي تيه. اللي ساعد على كده حاجتين. هشين هو من انزيمات الربط وهي نسخة النيو كلتي ده اللي موجودة في الشريط المقابل دي تساعد على اصلاح هذا التلف او اصلاح هذا العيب. طيب نرجع كده مع بعض تاني. نأكد مع بعض على الجزئة اللي جاية دي كويس. بنقول هنا اي تلف في جزئ دي نيه؟ يمكن ان يحدث تغييرا في المعلومات الوراثية الموجودة عليه. ده ممكن ينتج عنه تغيرات خطيرة في روتينات الخلية ممكن ينتج عنه صفات جديدة على طول. وعشان كده دايما بنقول ايه بقى؟ تعالوا نأكد بقى كده مع ضع. لسه بنقول خمس سلاف قاعدة بيورينية بتفسد في اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. لكن الحمد لله بكل ده بيتلمي اصلاح. واللي بيستمر في العام كله من اثنين لتلات تغيرات فقط. هم دولة اللي لهم صفة الدائمة. هم دولة اللي لهم صفة الاستمرارية. سعان الوقت بقى متى؟ فساد ايه لا يمكن اصلاحه. متى فساد جيه لا يمكن اصلاحه؟ بنأكد مع بعض الايه والجيه دولة لو فسدوا لا يمكن اصلاحهم لوة. التين اللي عمام الايه دي فسدت في نفس الوقت. في نفس الموقع. لو السين اللي هنا دي 해دت فسدت في نفس الوقت. في نفس الموقع. يبقى الإصلاح هنا بيكون بنسبة ليلة بمعنى إيه تعالوا نشوف الاحتمالات مع بعض ونحسب النسبة مع بعض. بالله عليكم بصوا كده لو الـ A دي فسلت و الـ T دي فسلت في نفس الوقت مين اللي ييجي هنا؟ احتمال ييجي هنا إيه؟ وهنا T. رجعنا للوضعين الأصلي. هنا T هنا إيه؟ عارفين لو جي هنا T هنا إيه؟ اتغير الدين. يبقى كده ده تغيره. يبقى كده احتمال رجوع زي ما كنا احتمال تغير. ممكن تيجي هنا C هنا G. احتمال تاني تغير اوه. احتمال رابع بقى هنا G هنا C فتبص تلاقي أنت عندك أربع احتمالات رجعنا زي ما كنا ده احتمال بدلت T مكان اللي ايه؟ ده تغير. جبت الجي وجبت السي. هنا جي هنا سي. ده تغير. جبت هنا سي هنا جي. ده تغير تاني يبقى كده أربع احتمالات واحد رجعنا زي ما كنا تلاتة تغيرنا. يبقى كده واحد يعني 25% إصلاح العيب تغير يبقى 75% تغير العيب دوت وإستمرار العيب دوت. عشان كده بنقول خلي بالكو متى إذا حدث عيب في الدين لا يمكن إصلاحه بنقول مع بعض. لو جينا نشوفنا عندنا تعالوا نأكد الحتة اللي جاية ديت. احنا قلنا ألاف التغيرات تحدث يوميا التغيرات دي بيتم إصلاحها بكفاءة عالية نتيجة نشاط 20 هو من إنزيمات الربط وفي نفس الوقت نتيجة مراتين وجود النسخة المقابلة في الشريط المقابل. لكن لو فسد لتينيو كنتيجة المتقابلة في نفس الوقت في نفس الموقع. هنا يصب إصلاح العيب دوت. لحظة معي. الديني لعلى المزاج. عشان كده كنا لسه بنتكلم من شوية وقلنا. الديني لعلى المزاج أساس للثبات الوراث. لكن لو أنا عندي مادة راثية فيها شريط مفرد زي الارئينيه مثلا. الفيروسات المحتوى الجيني زي فيروس الإيدز, فيروس الإنفروانزا, فيروس شال الأطفال الفيروسات اللي بتصيب النباتات عندها محتوى جيني شريط مفرد من الارئينيه تخيلوا لو الايه دي فسدت مين اللي هيجي مكانها؟ يجي مكانها ايه كمان؟ أو جي أو سي أو يو. إذا ايه اليو دي؟ يوراسيل. أصل الارئينيه بنقول معلومة عنه هتفيدنا المرة الجاية. الارئيني يخلو من الصايمين ولكن يحتوي محل الصايمين على يوراسيل. فهنا بنأكد مع بعض لو كان عندنا الشيط واحد من الحمض النووي زي الارئينيه ده اللي يحصل بعض الفيروسات بيحصل تلف ده بيعدل تغيرات مستديمة للفرض بمعنى تحد الصفرات عند الفرض بمعنى لو الايه دي فسدت هيجي مكانها ايه؟ ده إصلاح العيب جي أو سي أو يو ده تغير يبقى كده إصلاح بنسبة 25% وتغير وتعديل بنسبة 75% ده يفصل لحاجة مهمة جدا تتميز الفيروسات اللي محتوى الجيني ار انيه شريط مفرط بمعدل مرتفع من التغير الارئينيه ده يخليني أقدر أعرف ليه فيروس كورونا كل شوية بيتحور ليه فيروس كورونا كل شوية بيتغير ويطلع لنا سلالة جديدة بأعراج جديدة ما كانتش موجودة قبل كده ليه مرة تاني محتوى الجيني ار اني والار انيه شريط مفرط لو حصل اي تغير في القواعد النيتروجينيه اللي فيه نسبة إصلاح التغير ده ورجوحها زي ما كانت لا تتعدى كان مرة تاني 25% ونسبة تغيرها وتكوين ار انيه جديد يسبب تكوين بروتيناك جديدة هنا بتبقى بنسبة 75% زي ما احنا بنقول كده مع بعض كده قررتنا متى يصطح الدينيه من عيوبه متى لا يصطح الدينيه من عيوبه واكد معاكم مرة تاني يصطح الدينيه من عيوب لو حصل تغير في نيوكلتيدة واحدة نيوكلتيدة المقابلة لسه موجودة سليمة زي الفل في عندنا عشرين نوم الإنزيمات الربط يضروا بمساعدة نيوكلتيدة المقابلة يصلحه العيب دوت ويعيده الدينيه الى وضعه الاول مرة اخرى لو جينا شوفنا عندنا طيب متى لا يصطح الدينيه من عيوبه لو حدث مشكلة في نفس الموقع في نفس الوقت في اتنينيوكلتيدة متقابلة يصحب الصح هذا العيد ما بنساش كون من الدينيه لو لا بنسبة الدينيه ما كبيرة جدا لانه ده بيحافظ على ثبات الصفات الوراثية ونضرت اي تعديل او تغيره راسي به لكن خلي بالكو الكائنات اللي عندها مادة راسية الشيط مفرد زي الفيروسات اللي محتوى الجيني RNA بنجد ان عندها معدل مرتفع من التغيره راسي طب ليه معدل مرتفع من التغيره راسي لو حصل عيد هنا في اي نيوكلتيدة نسبة اصلاح لا يتجاوز 25% وفي الغالب تركيبها هيتغيع زي ما قلنا نرجع تاني للبكتيريا وبكتيريا جديدة غير بكتيريا للتهاب الرياوي R او بكتيريا للتهاب الرياوي S دي نوع تاني من البكتيريا بنطلق عليها بكتيريا إي شغيشيا كولاي او إي كولاي دي نوع من البكتيريا المفيدة بتعيش داخل امعنا الغليزة بتقدر ان هي تتغزى على بقايا بعض الطعام اللي موجودة داخل معنا الغليزة وفي المقابل تكون بعض الفيتامينات اللي ممكن يعتمد عليها الجسم في حياته تعالوا نشوف كده مع بعض ونركز كده معي كويس أوليات النوعية هي كائنات حية لتحط المادة الوراثية فيها بغشيئ نوعي غص اللي هي وتوجد مادتها الوراثية حرة في سيتوبلازم من الدخلية من أشهر أوليات النوعية البكتيريا لو لاحظنا البكتيريا شايفين كده الدي ني بتاعها ملفوف داخل السيتوبلازم فيش غشيئ نوعي لاحظوا معي لما باجي بتكلم عن دي ني بكتيريا إي كولاي أو إي شغيشيا كولاي كسبيل المثال أوليات النوعية بناكد أن الدين هنا لولا بمزاج لحظه ملوش نقطة بداية أو نهاية بمعنى الطرفين بتوقع مش منفصلين عن بعض ولكن هنا ملتحمين مع بعض ما تقدرش تحدد هنا نقطة بداية أو نهاية ليه عشان كده بنقول ربنا يكرمكم لو جالي في سؤال قال لي دي ني بكتيريا قال لي حاجة اسمها بلازميد ده دي ني برضو بكتيريا أوه افتكروا معي ملوش نقطة بداية أو نهاية عشان كده إيه اللي بيحصل بنجد أن هذا دي ني البكتيري ماله لا توجد به مجموعات فوسفات حرة فجميع مجموعات الفوسفات بيه هي مجموعات مرتبطة بجزء سكر بزارة الكربون تلاتة من فوق في سكر النيوكليتيدا اللي تعالوها ومن أسفل بزارة الكربون رقم خمسة في نفس النيوكليتيدا بتاعت مجموعات الفوسفات دي نرجع كده مع بعض تاني لاحظوا معي دي ني لو اتفرد هنا يصل طوله قدي دي واحد واربعة من عشرة مليمتر بينما طول الخلايا البكتيرية نفسها طبعا لا يتعدى اثنين مايكرون وهنا لما بقول واحد واربعة من عشرة مليمتر بنفتكر دي بتعادل ألف وربعمائة مايكرون تخيلوا ألف وربعمائة مايكرون موجودة جوة اثنين مايكرون هتتحل ازاي دي تتحل بالطريقة اللي احنا شايفينها دي الدين ايه بيلتف حولها نفس العديد من مرات ليشغل عشرة حجم الخلايا ليشغل واحد من عشرة من حجم الخلايا ليشغل عشرة في المية من حجم الخلايا بالشكل ده كده فيلتف الدين ايه حاولها نفسه عدد كبير من مرات ليحتل طبعا منطقة مساحتها لا يتجاوز واحد من عشرة من حجم الخلايا اللي عندنا هللاحظ حاجة برضه في الدين ايه هنا يلتحم بغشاء الخلايا يلتصق بغشاء الخلايا عند موقع اوات ومن نقطة الاتصال ديت يبدأ تضاعف الدين ايه يبقى انزيمات اللولب لما بتعمل على تضاعف الدين ايه هنا هتبتدي تعمل عليه من ايه نقطة من نقطة الاتصال اللي هي بيتصد بها فيه مرة تانية مع غشاء الخلايا من النقطة دي او النقطة ديت بالشكل ده كده نرجع كلا مع بعض ما بنساش ممكن ندي ان ايه هنا يوجد في صورة حاجة اسمها بلازميدات مين بلازميدات ديت دي ان ايه حلق الشكل صغير الشكل غير معقد التركيب بالبروتين يمكن البلازميدات توجد ايضا في فطر الخميرة وهو من حقيقيات النواة يعني ايه حقيقيات النواة دي بقى عندها غشاء نواة وطحيت بمادتها الوراثية وعندها دي ان ايه موجود في صورة كروم سومات زي ما نتكلم بعد شوية ما اهمية البلازميدات ديت احنا قدرنا نستغل البلازميدات جيمي جدا في مجال الهندسة الوراثية بمعنى ايه انا النهاردة لما اجي للبلازميدات وقالزق عليه قطعة من دي ان ايه كان حي قطعة دي ان ايه ديت مسؤولة عن اداء وظيفة معينة زي مثلا مسؤولة عن انتاج هرمون زي هرمون انسولين مثلا خلاص يبقى انا كده دخلت جين انتاج الانسولين للخلال بكترية كل ما بتنقسم الخلال بكترية كل ما يتضاعف مع هذا الجين وانا نقدر نسخر الخلال بكترية ان هي تنتج هرمون زي هرمون انسولين ده نقدر نستغله ونطلعه ونستخدمه في علاج مرضى السكر يبقى دي كده وسيلة برضو للعلاج دي اننا نحصل عليها عن طريق علم اسموه علم الهندسة الوراثية هنتكلم عليه بعد كده نرجع كده مع بعض بيستغل العلماء التفاعل ده بإدخال بلازميدات صراعية داخل الخلال بكترية بهدف الحصول على نسخ كبيرة جدا من انزيمات ونسخ كبيرة جدا من الجينات اللي بتحملها هذه البلازميدات اللي هي ملحوظة كانت واضحة معنا بتانية سنوية قبل كده بعد اذنوك يا جماعة خدنا قبل كده تماما دي انيه اوليات النواة نفس الكلام بصوا كده البلاستيد الخضراء تحتوي على دي انيه ايضا يوجب تماما دي انيه اوليات النواة من هنا وصل للعلماء افتراض غريب شوي اعتقد العلماء ان ربما تكون المايت كوندرية والبلاستيد الخضراء هي كائنات من حقيقيات النواة كائنات من اوليات النواة ودخلت داخل خلايا حقيقيات النواة واستخرط بداخلها واصبحت جزء من مكونات الخلايا ما شايفين الاعتقاد تاني ان البلاستيد والبلاستيد والم yol comdrier كانت كائنات من اوليات النواة اذهب داخل خلايا حقيقيات النواة ظلت بداخلها اصبحت بداخلها جزء من مكونات الخلايا طبعا هنا الجزء ده طبعا يمكن هنا اللي يحصل مرة تاني قعد بداخل الخلايا وفضل بداخلها إلى أن أصبح الجزء من مقونات الخلايا الرئيسي لا ينفصل عنه بقى أنا أعتقدهم ده إزاي مرة تاني أن داخل هذه العضايات فيه دي نيوشبه تماما دي نيوشبه أوليات النواة غير معقد التركيب بالبروتين وشايفين الطرفين بتوه مرتبطين مع بعضهم البعض بالشكل اللي احنا شوف نيوه ده كده كنا لسه بنتكلم من شوية عن فطر خميرة اللي كان بيتكاصر بالطبارهم واخدناها قبل كده كنا بنقول يا جماعة ده لما بيتكاصر شايفين الخلايا بتديني كده خلايا كبيرة أمية وخلايا صغيرة بيبقى جانب النواة بيبقى فيه بلازميد بالشكل ده كده طبعا هنا لو جينا شوفنا الكائن ده من حقيقيات النواة طبعا بيحتوى على بلازميدات فهنا برضو ده بيعتبر حلقة واصل بين أوليات النواة وحقيقيات النواة ليه بيوجب أوليات النواة إنه عنده بلازميدات ويوجب حقيقيات النواة إنه عنده نواة حقيقية بداخلها كروموسومات زي ما شوفنا كده مع بقى هذه النواة اللي فيها كروموسومات وهذه البلازميد يبقى كده لاحظ معي يتضاعف الدين هنا في السيتوبلازم هنا يحدث تضاعف الدين داخل نواة الخلايا زي ما بيشوف كده مع بقى طب نسيب أوليات النواة بقى ونركز معي كوز جدا على حقيقيات النواة حقيقيات النواة كائنات تحط فيها المادة الوراسية بغشية ناوي وينتظم فيها دين في صورة صبغيات يعني صبغيات هي هي كروموسومات تحتوي كل خلية جسدية في جسم الإنسان على كم كروموسوم 46 كروموسوم مختلف لو جبنا الكروموسومات ديت هل لاحظ حاجة الدين ايه ازاي هيقدر يأثر من طوله داخل الصبغيات عشان تستوعبها طبعا نواية الخلية عايزين نشوف كيفية تكسيف دي ان كيف يقصر الدين ايه من طوله داخل الكروموسوم بتستوعبه الخلية او نوعية الخلية تعالوا نأكد مع بعض الخلية الجسدية في الإنسان تحت على 46 كروموسوم او 46 جزئ دين بمعنى ان كل كروموسوم بيوجد جزئ دين ايه إذا الام كان فك اللي هو لها بالمزاج جزئ دين ايه كله صبغي ووضعت على امتداد بعضها البعض يجيب الدين ايه ده توصله مع بعضه حيبقى هنا طول الدين ايه ده اتنين متر في الخلية الواحد عشان كده لازم يتكسف الدين ايه لازم يتضم الدين ايه ده بجزئات من البروتينات بروتينات ده اللي هي بروتينات هستونية واخرى غير هستونية طب ده ليه عشان الدين ايه ده يوجد داخل نواية واضطرها من اتنين لتلاتة مايكرون فقط يعني معنى كده عايزين يا جماعة خط اتنين مليون مايكرون داخل اتنين مايكرون يعني كده لازم الدين ايه يقصر من طوله يقلل من طوله تقريبا مليون مرة عشان يوجد داخل نواية الخلايا طبعا قمة الاعجاز لدي ان ايه في خلايا حقيقيات النواية طيب تعالوا نشوف بقى كده مع بعض كيف يقصر الدين ايه من طوله التحليل البيو كيميائي صور المايكروسكوب الالكتروني واضحت ان الدين ايه ده بيعمل ايه كنا قلين يا جماعة الدين ايه في كل نيوكلتي ده ده فيه مجموعة فسفات بتحتها على شحنات سالبة معروف ان المجموعة الفسفات فيها ثلاث شحنات سالبة بيوفر عليها ثلاث شحنات سالبة بالله عليكم شحنة سالبة من اعلى ترتبط بزارة الكربور رقم ثلاثة في السكر اللي في فوية شحنة سالبة من اسفل تربط زارة الاكسوجين في مجموعة الفسفات مع زارة الكربور رقم خمسة في سكر النيوكلتي ده اللي تحتيها يتبقى على الجنب فيه شحنة سالبة كل مجموعة فسفات فيها شحنة سالبة نفتكر مع بعض طيب فيه عندنا بروتينات داخل نواية الخلاب بيطلق عليها بروتينات هستونية البروتين الهستوني ده ماله بيبقى فيه حمضين أمينيين الحمضين الأمينيين نفتكر معايا حمضين دولا الجلايسين و حمضين الأمينيين دولا فيهم مجموعة فيهم مجموعة القيل فيها شحنة موجبة مجموعة الفسفات فيها شحنة سالبة يبتدي تدي يلتف حول البروتينات الهستونية ليقصر من طول هيقصر من طول كم مرة عشر مرات خلاص تعالوا نشوف يبقى بيلتف جزئ دي حول مجموعات من البروتينات الهستونية مكونة حلقات تسمى نيوكليوسومات بكده يقصر الدين من طول عشر مرات طب ده احنا هنا الدين التف حول البروتين الهستونية ويكون نيوكليوسومة عشان يقدر انه يقصر من طول تاني عايز يقصر من طول كمان مئة ألف مرة عشان تستوعبه نوعات الخلية هيعمل ايه تبتدي تلتف حلقات نيوكليوسومات وتكون عشرة النيوكليوسومات الملتفة دي تحلقة كبيرة بواسطة بروتينات تركيبية غير هستونية تبدأ في تكوين حاجة اسمها الكروماتين المفرد ثم الكروماتين المكدس او المكسف اللي يكون جسم الكروموسوم نقول تاني بص كده الدين نيل تف حول الهستونات مكونا نيوكليوسومات بالشكل ده كده تتعقد هزين نيوكليوسومات لتكون كروماتين مفرد كروماتين المفرد ده يتكدس اكتر مكونا كروماتين مكدس اللي يكون جسم الكروماتين ده بتاعة الكروموسوم فنيوكليوسومات حلقات من الصدغي حلقات موجودة داخل الكروموسوم يلتف فيها دين حول مجموعة من البروتينات الهستونية ليقصر من طوله كم مرة قلنا عشر مرات طيب بالله عليكم نأكد مع بعض الكروماتين المكدس او الكروماتين المكسب ده بيتكون منين تلتف فيه أشرتة النيوكليوسومات حول بروتينات غير هستونية تركبية بتكون حلقة كبيرة من الكروماتين المكدس بشدة فيقدر الدين يه بيأثر من طوله كمان مئة ألف مرة كمان عشان تستوعبه طبعا نوعات الخلال هنا هللاحظ حاجة ده طيب لو دين ايه ده حب انه يتضاعف لو دين ايه ده حب انه يحصل لعملية نسخ يتضاعف يعني يكون منه دين ايه عشان يحصل لعملية نسخ اذا كده نكون ر ايه من دين ايه ده لازم ايه يحصل قبل ان يعمل دين ايه كقالب لبناء دين ايه او ر ايه فهنا لازم يتفك دين ايه من كروماتين مكسف من كروماتين مفرط حتى لازم يرجع تاني لمستوى النيوكلوس همات طب ليه عشان تقدر انزيمات النسخ او انزيمات التضاعف توصل ليه ترتبط بيه تعمل على تكوين دين ايه جديد او ر النيو زي ما قل ماذا كده بعد ما تكون الكروماتين المكسف والمفرط ده بيتفك الدين مرة تاني ويرجع لمستوى النيوكلوس مات عشان تقدر الانزيمات تخش ترتبط بالدين وتعمل على نسخ او تضاعف زي ما قل تاني البروتينات الهيستونية مجموعة محددة من البروتينات التركيبية الصغيرة فيها حمضين أمينيين منهم أرجينين ولايسين حمضين أمينيين اسمهم ايه مرة تاني أرجينين ولايسين دولة فيهم مجموعة ألقايل موجبت الشحن والدين فيه مجموعة فوسفات ثالبة الشحن فترتبط الأحماض الأمينية الأرجينين والليسين بقوة مع مجموعة الفوسفات السالبة في جزئ دين لمرة تاني قلنا مجموعة الألقايل الجانبية في الحنض الأمين الأرجينين والليسين فيها شحنات موجبة عند الأسر الهيدروجين العادي للخلية طبعا الموجب يرتبط بالسالب اللي في مجموعات الفوسفات ارتباط قوي زي ما قلنا هنا بيحدث ترابط قوي يعد الالتفاف دي حول البروتين الهيستوني التركيبي فهنا تتكون حلقة من حاجة اسمها النيوكليوسومات زي ما قلنا مع بعض البروتينات الهيستونية مسؤولة عن تقصير الديني وطوله كم مرة؟ عشر مرات لما بتكون حلقات النيوكليوسومات اللي قلنا عليها دي طب عشان يقصر الديني من طوله مئة ألف مرة لازم تبقى فيه موجودة بروتينات غير هيستونية تركيبية دي مجموعة غير متجنسة مش متماسة من البروتينات بتبقى عبارة عن بروتينات تركيبية وتنظيمية كمية هل في كروماتين أي خلية بروتينات التركيبية غير الهيستونية دي دورها ايه بتقد الديني شكله الفراغي اللي ولا بالحلزون المميز اللي بيتميز به الديني في نفس الوقت تقصر من طول ديني كم مرة زي ما اتفقنا مئة ألف مرة لما بتخلي الديني يتحول من صورة النيوكليوسومات إلى صورة الكروماتين المفرط ثم الكروماتين المقدس زي ما قلنا بروتينات التنظيمية غير الهيستونية تحدد ما إذا كانت شفرة الديني هتستخدم في بناء مين الـ RNA والبروتينات والإنزيمات ولا هيصبح الديني ده عادي من الشفرة ليس له وظيفة تكوين بروتينات ولا وظيفة تكوين RNA نرجع كده تاني نسيب ديني خالص أوليات النوعية وديني حقيقيات النوعية وندخل على الجينم على المحتويات الجيني يعني ايه محتويات الجينية بنأكد مع بعض كل الجينيات الموجودة في الخلية طاب اللي هيقولي كل الدين إيه الموجود في الخلية أه سح ايه اهمية المحتويات الجينية يحمل التعليمات اللي هزيمенным بينا كل أنواع الريني والريني ده أنواع أه أنواعه 3 مريني تياريني يعني آرريني يلا نشوف الحتة دي مع بعض فده يحمل التعليمات اللازمة لبناء البروتينات المتنوعة نسخ الرنية اسمه ريبسومة الرنية يعني الرنية الريبسومي نسبة لأن هذا النوع من الرنية يدخل في بناء الرنية زي ما نشوف في لقائنا القادم إن شاء الله يدخل في بناء مين كمان؟ الرنية اللي بيحمل الأحماض الأمينية أثناء عملية بناء البروتينات لو جينا شوفنا عندنا طبعا من أهمية المحتوى الجيني أننا بيحدد أجزاء مديني أني أجزاء هتبقى عديمة الشفرة لا يتمثل شفرة بمعنى أنها ليس لها وظيفة نسخ الرنية أو بناء البروتينات سوالنا الوقت طيب المحتوى الجيني ده في أوليات النوعية زي في حقيقيات النوعية لا يا جماعة بنقول خلي بالكو الجينات المسؤولة عن بناء البروتينات والرنية تمثل معظم المحتوى الجيني وهينظر وجود دين نية عديم الشفرة ليه؟ أنا شوفت في البكتيريا الدين نية اللي فيها قليل أصل 1400 مايكرون بالنسبة لتين مليون مايكرون لا ده كده حاجة قليلة جدا عشان كده مفيش مكان لدين نية غير وظيفة معظم ما الدين نية هنا بيبقى وظيفة زي ما بنقول على العكس في حقيقيات النوعية الجينات المسؤولة عن بناء البروتينات وبناء الأرنية يبقى أنواع المختلفة تمثل 70% من محتوى الجيني لا من 70% ده أقل من 70% من المحتوى الجيني كمان ده معنى كده أن في أكتر من 30% من محتوى الجيني بيبقى إيه مرة تانية؟ بيبقى عديم الشفرة زي ما احنا بنقول نخش بقى على دين نية المتكرر يعني إيه دين نية المتكرر قطع من الدين إيه تتكرر بأعداد كبيرة في المحتوى الجيني فلو جينا شوفنا عندنا في تكرار يعد وظيفة زي مين؟ جينات بناء الـ RRN لما شوف مثلا الخلايا زي نخاء العظم عندنا أطلوب منها يا جماعة نخاء العظام في الإنسان يمتق في الضقيقة الواحدة 100 مليون خلايا الدم حمرة نخاء العظم عشان يكون 100 مليون خلايا الدم حمرة كل خلايا فيها عدد كبير من جزائات بروتينات اسمها الهيموجلوبين يعني معنى كده في الضقيقة الواحدة لازم تكون مئات الملايين من جزائات الهيموجلوبين اللي هتخش في بناء خلايا الدم الحمراء دي يعني معنى كده لازم يبقى فيه كم مهائل جدا من الريبسومات اللي هتنتج زي البروتينات فأنا لازم الجينات اللي هتكون الريبسومات دي تبقى عددها كبير فتبص تلاقي نبص اللي ها عندنا في خلايا الإنسان الجينات المسؤولة عن بناء الرريبسومي ده تمثل بأكتر من 600 نص خلايا عشان تكون الرريبسومات كتير عشان تكون رريبسومات كتير عفلتقدر تبني بروتينات كتير الخلايا اللي هي محتاجة أنها تنقصم كل شوية فأنا أتكون دين كل شوية عشان يعصل من طوله كل شوية لازم يلتفح حولها بروتينات هستونية كل شوية عشان كده لازم كمان الجينات المسؤولة عن بناء البروتينات الهستونية تبقى برضو بأعداد كبيرة ده يخلي الخلايا تقدر تكون الهستونات دين بكسرة في خلايا حقيقيات النوات في تكرارات تانية بقى في الدين لا تؤد وظيف فعجد العلماء في منتصف أحد الكروميسومات في حشرة اسمها حشرة الدروسوفيلا بيوجد التتابع ده AGAAG أو التاني AGAAG تكرر هذا التتابع كم مرة؟ مئة ألف مرة في منتصف أحد الكروميسومات دون أن يعدي وظيفة معلومة لا يمثل شفرة ما بيقومش بوظيفة بناء بروتين أو نسخ أنواع الـ R&E المختلفة يبقى ده تكرار في الدين نية برضو بس هنا لا يمثل وظيفة أو لا يمثل شفرة ليس لو وظيفة بناء مين مرة تاني؟ R&E أو بروتين زي ما قلنا نسأل بقى سؤال هنا على السريع نفتكر دي النية عديم الشفرة ده موجود فين بالضبط فبنقول بعض الحبيبات الترفية بعض الكروميسومات بعض الحبيبات الترفية اللي موجودة بعض الكروميسومات بتمثل دي النية عديم الشفرة بنأكد معاكم بعض دي النية المتكرر زي ما قلنا التتابع اللي احنا قلناه من شوية رص اللي هو AGAGA وصلت لاي التتابع ده تكرر زي ما قلنا مئة ألف مرة فهذا التتابع تكراره لا يعد له وظيفة زي ما احنا بنقول التتابع مين مرة تاني AGAGA AGAGA زي ما اتكلمنا نأكد مع بعض شايفيني الكهن اللي قدامنا ده كائن غريب عجيب حيوان ده اسمه حيوان السلاماندر ده أحد البرمائيات دورة حياته زي دورة حياته الضفضاع بالزبط هذا الحيوان مواظم المحتوى الجيني بيه عديم الشفرة بمعنى تعالوا نشوف كلا مع بعض هذا الكائن لنا معاه وقفة مهمة جدا 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 هل كمية ديني في المحتوى الجيني لها علاقة بمدى تعقيد أوروكي الكائن الحي أو تطوره هل كمية المحتوى الجيني اللي موجودة داخل الخلية لها علاقة بمدى تعقيد أوروكي الكائن الحي اللي موجود عندنا بنقول يا جماعة لا كمية الديني في المحتوى الجيني ما لهاش علاقة بمقدار تعقيد أوروكي الكائنات الحي أو عدد البروتينات اللي بيه كون طب عرفنا الكلام ده منين ما كنا لسه بنقول خلية الإنسان يا جماعة ده 2 مليون مايكرون ديني خلية البكتيريا عندها مين قلنا 1400 مايكرون من الديني يعني معنا كده الديني في الإنسان أكثر من البكتيريا مين اللي أكثر تعقيدا أوروكيا الإنسان أكثر تعقيدا أوروكيا عن البكتيريا خد بقى في المقابل بقى خلية حيان السلاماندر عندها ديني قدر ديني الإنسان 30 ضعف ملاحظين أبوه ليه؟ لو عندنا احنا 2 متر ديني عند خلية السلاماندر إضرب 30 في 2 ب60 متر وبالرغم من ذلك مين اللي أكثر تعقيدا أوروكيا الإنسان أم السلاماندر بنقول الإنسان أكثر تعقيدا أوروكيا طب ده معناه إيه؟ إن معظم إن نحطاه الجيل اللي عند السلاماندر ده كماله عديم الشطرة وكمية قليلة من الديني عنده هي الوظيفية هي المسؤولة عن بناء البروتينات وبناء مين مرة تاني الأرق النية بأنواع المختلفة فإحنا بنقول كمية صغيرة من الديني في النبات والحيان هي اللي بتحمل شفرة بناء البروتينات زي ما قلنا بنأكد على الكلام ده السلاماندر محتوى الجيني بيعادل 30 مرة قادر المحتوى الجيني الإنسان ومع ذلك بيونتج بروتين أقل من الإنسان ده ليه؟ لوجود كمية من الديني به بس بلا شفرة كمية كبيرة جدا من معظم الديني في بلا شفرة هنا بقى راجع ما ننساش اللي أقول لك عليه ده كويس لو قارننا بين كمية الديني في خلايا الإنسان وخلايا السلاماندر بأنواع المختلفة لو أنا جبت حيان ما أنا وفي الإنسان قلت كمية الديني اللي في حيان ما أنا وفي الإنسان لخلية جسدية في السلاماندر لخلية كبد أو جلد أو أي حاجة في السلاماندر نسبة بين كمية الديني هنا اللي هنا كام فتكر هنقول حيان ما أنا وده فيه نون خلي بالك انت لما كنت بالقارن خلايا جسدية بخلايا جسدية بتقول 31 لكن لما تيجي تقول حيان ما أنا ويه يبقى فيه نص المعلومات الوراصلة اللي في الخلايا الجسدية يبقى نص 2 نون يعني نون لهناك 30 نص لتلاتين كأنها 1 لستين يبقى كمية الديني في مشيك في حيان ما أنا وفي بيضة في الإنسان تعادل واحد إلى ستين من خلية جسدية في السلاماندر طب لو هتقارب مشيك بمشيك هتقول مثلا حياة منوية حياة منوية في الإنسان حياة منوية في السلاماندر بوايدة في الإنسان البوايدة في السلاماندر النسبة بينهم واحد لتلاتين عادي زي ما بتقارن خلية جسدية في الإنسان لخلية جسدية في السلاماندر لما تقول لخلية كبد هنا أو هنا أقولك النسبة بينهم واحد لتلاتين طب لما قارن خلية جسدية في الإنسان لمشيك في السلماندر هتبقى النسبة كاملة واحد لنص التلاتين خلاص يبقى كده كأنك هتقول مثلا لما بتقارن خليد كبد إنسان الحقيقة ما أنا في السلماندر يبقى نسبة المادة الروسية كاملة كاملة واحد لخمستاشر اللي هي نص التلاتين على طول نرجع كده مع بعض تاني ونركز معي ما أهمية دي إنه عديم الشفرة بناء بنات العزاء لما بيوجد في الحبيبات الترفية للكروموسومات بيعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبها يمثل إشارات يبدأ من عندها بناء ماري النيه ده للمناطق تعتبر مناطق دي مناطق أهمة جدا في بناء البروتين وصلنا لأسئلتنا في لقاءنا اليوم أبناء بنات العزاء والركز كده كويس جدا هنا يقول لي أي خلاية تالية يتساوى في كمية الدين أي خلاية ديت بيتساوى في كمية الدين بيسألني هنا هل حاملة واماية الملايين خلاية المنوية الثانوية والطلاعة المنوية خلاية الجرسومية الأمية والطلاعة المنوية الخلاية المنوية الأولية والخلاية المنوية الثانوية وأنا بقى نركز بقى كده معيك واسألني حاملة معروفة أنه نون فيه كم دين نيل فيه 23 كروموسوم فيهم 23 دين نيل بينما أمهات المنائية فيها 46 كروموسوم فيهم 46 دين نيل بقى هنا فيه اختلاف نيجي بقى عند الخليقية المنوية الثانوية فيها 23 كروموسوم بس تفتكروا الكروموسوم بيبقى ثنائي الكروماتيد عشان بيبقى ثنائي الكروماتيد بيبقى كل كروماتيد فيه جزء دي انه مستقل بيه بس 46 جزء دي انه موجودين في الخلية المنوية الثانوية بالرغم من احتواها على 23 كروموسوم الطلاقة المنوية بيبقى فيها 23 كروموسوم فيهم 23 دي الثاني الدي بيختلف في الخليتين بالرغم أن دي نون ودي نون، بقى الثاني الخليات المنوية السنوية، الخليات البيضية السنوية بيبقى فيهم ايه مرة تاني؟ 23 كروموسول بس ثانية الكروماتيت، كل كروماتيت فيه جزء دي مستقلة على الآخر، عشان كده بيبقى في الخلية المنوية والبيضية السنوية فيها 46 دي النيه بيوجدوا داخل 23 كروموسول، طريقة المنوية فيها 23 دي النيف، 23 كروموسول يبقى كده كمية الدين النيه مختلف، خليه الجرسومية الأمية، 2 نون 46 كروموسول، طريقة المنوية نون واحدة فيها 23 كروموسول، في الأولى 46 دي النيف، في الثانية 23 دي النيف بيختلف، خلايا المنوية الأولية، اتنين نون. خلايا المنوية السنوية، برقب إنهي بدون نون. لكن هنا و هنا فيه 46 جزائد دي الله. ضدنا لدي فيها 46 النادي ودي فيها 46 النادي. هم دولة اللي هنا متساوين في عدد جزائد دي الله. هتقول ليقي漂亮و cuatro نون وضاياة نون. كل قصدها يمتزيك النادي Lego. كل كروماتيد أفهم فيها جزائد دي with the N مستقل. يبقى دي فيها ستة عربعين دين نيه لكن دي فيها ثلاثة عشرين كرومسوم بس سنائي الكروماتيد شكلت كل كرومسوم فيه اثنين دين نيه عشان كده أصبح عدد جزائيات دين نيه هنا قدير بالعزميد بيكون من مئة لفة مع عدد الرابط التساهمية اللي بتربط مجموعات الفوسفات بيه مع جزائيات السكر في هذا البلازميد ده افتكر مئة لفة يعني كل لفة فيها كام نيوكريديدا فيها عشرين يبقى مئة في عشرين يبقى أنا عندي ألفين نيوكريديدا كل نيوكريديدا في تكر معايا فيها مجموعة فوسفات مرتابطة لا فيش هنا حرة خالص عشان ده بلازميد حلقي كل مجموعة فوسفات في الألفين نيوكريديدا ألفين مجموعة فوسفات كل مجموعة بترتبط بربطة تساهمية بالسكر من أعلى ربطة تساهمية من أسفل يبقى كده عدد رابط التساهمية لكل مجموعة فوسفات اثنين في ألفين بأربع تلاف ربطة تساهمية زي ما احنا شايفين يقول لي ما الذي يميز الكروماتين في نوعات الخلية ما الذي يميز الكروماتين في نوعات الخلية هل تساوي كمية البروتينات الهستونية وغير الهستونية تساوي كمية البروتينات والأحماض النوعية الدي أكسي رايبوزية تباين كمية البروتينات والأحماض النوعية الدي أكسي رايبوزية تباين كمية الأحماض النوعية الريبوزية وأنواح طبعاً الكروماتين دي نيوة بروتينات النسبة بين دي نيوة البروتين هنا في العموم مواحد لواحد كمية الدين نيوة تساوي كمية البروتين مين اللي قال لي هنا تساوي كمية البروتين الدين نيوة يساوي البروتينات الهيستونية وغير الهيستونية وبالتالي اللي قال لي كده الإجابة بها فقط لاجر أي خلاية نباتة تالية بتحتوي على أكبر كمية دين نيوة خلاية البشرة أو خلاية العمادية أو خلاية الشعارة الجزرية أو الأنبوبة غربالية ادور على اللي فيه انوايا فطبعا موغل غربلية ما فيهاش نوايا دي مستبعا الباقي فيه انوايا ادور على البلاستيدات والميت seminar قول ليه اقول لك اصدار فيهم دي انه يه كتير فاكتر خلاب دولة فيها بلاستيدات والميتام هي خلاة العمادية وبالتالي هنا بالرغم من دولة كلهم اتنين نون يعني دي فيه انواءات ودن نون ودين نون ودين نون لكن كمية دي يا انه اكتر بسبب زيادة عدة البلاستيدات الخضراء هي دي اللي هتخلي خلال عمادية تتفوق في كمية الدي الني زيمون ما الذي يعبر عن كمية الدي الني التي تكون الزائجة في الإنسان حيان ما نوه بيشارك بكمية مساوية للبوايد حيان ما نوه بيشارك بكمية أقل من البوايد حيان ما نوه بيشارك بكمية أكبر من البوايد حيان ما نوه بيشارك بضيع في كمية البوايد طبعا إحنا عافين البوايدة لو قال لي عدد الكروموسومات تعرف أن عدد الكروموسومات اللي بيشارك بها حيان ما نوه 23 عدد الكروموسيومات اللي بتشارك بها البوايضة 23. لكن عند الدي نية ما تنساش حاجة. الحيان المنوي اللي هي وشارك إلا بالنوع فقط. اللي فيها 23 دين نية. لكن البوايضة بتشارك بالنوعات بتاعتها والميتوكنديريا اللي فيها. الميتوكنديريا بتزود الدين نية بتاع البوايضة عن الحيان المنوي. الميتوكنديريا فيها دين نية كتير. وبالتالي اللي بيحصل بتجعل كمية الدين نية اللي في البوايضة أكتر من كمية الدين نية اللي بتشارك بها الحيان المنوي وعشان كده حلمانه هنا يبقى بيشارك بكمية أقل من البوايدة زي ما شوفه ما الذي يعبر عن المادة الوراثية فيروس انفلوانزا طبعا فيروس انفلوانزا محتوى الجيني RNN عشان كده أرفض خلص الدين اللي عندي وطب ال RNN ده بيبقى ايه وضعه قلنا عندها معدل مرتفع من التغير الوراثي عشان كده بنقول ده RNN شريط مفرد اللي قال لي كده إجابة دال فقط لاغر عشان كده بنقول ده أرى إني شريط مفرد غير معقد التركيب بالبروتينات ما الذي يعبر عن محتوى الجين الفطر الخميرة لما نمسك فطر الخميرة لحظوا معايا كان عنده بلازميدات في السيتو بلازم وعنده دي إني معقد التركيب داخل النواة معقد التركيب بالبروتينات داخل النواة فأنا اللحظ حاجة هل كل دي إني معقد التركيب بالبروتينات ده لو ما عندهش بلازميدات كانت بيدي صح معظم ديني معقد التركيب بالبروتينات دي كلا صح؟ كل الديني غير معقد التركيب بالبروتينات ده لو بكتيريا قول كلا فدي كلا غلط معظم الديني غير معقد لا غلط يبقى الإجابة معظم الديني بتاعه معقد التركيب بالبروتينات لأن الأساس بتاعه الديني اللي داخل النواية مش اللي في صورة بلازمي ده أي كائنات بطوعة نتائج تختلفة عما توصلت إليه فرانكلين عنده استخدام تقنية حيود أشاية X خلال مادتها الوراثية فيروس لقيمات البكتيريا فيروس التئاب راوي سلالة R بكتيريا التئاب راوي سلالة S فيروس للأطفالي أنا عندي كده اثنين فيروس واثنين بكتيريا طبعا لما بص تجارب فرانكلين فحصت جزئات دينية عليها النخاوة طبعا أنا شايف لقيمات البكتيريا وبكتيريا التئاب راوي S و R دولة كلهم عندهم DNA لكن فيروس تنفروانزا شل الأطفال الـ AIDS عندهم مادة الوراثية RNA بهذا المختلف عنده عند حساب النسبة المعوية لكل من الفسفورة والكابريت فعينة من المادة الوراثية الأربع كينات حقيقة مختلفة ظهرت النسب كما بالجدول من الرقم اللي بيعبر عن البكتيريا ده جيه دول أول 21 و 21 أعرف حاجة زي كده إزاي بالله عليكم لما نبص كده مع بعض هنجد إيه بقى يا جماعة لحظوا معي البكتيريا كنا بنقول البكتيريا ما فيهاش ديني معقل تركيب البروتينات ديني فيها ما بيلتفش حوله بروتينات هستونية الله طب يعني معنا كده هنا ما فيهاش كابريت مشاع عليهم ما فيهاش بروتين يلتف حوله ديني وبالتالي المادة الوراثية هتبقى كلها ديني فقط ما فيهاش فسفور مشاع فيه فسفور مشاع كامل وما فيهاش كابريت مشاع خالص طبعا مين الكائن اللي ما فيهاش كابريت مشاع دليل على أنه ما فيهاش بروتين خالص هو الكائن ثلاثة يبقى البكتيريا هي الكائن ثلاثة ذات أبناء أنا بناتنا الأهزاء وصلنا لنهاية لقائنا اليوم ربنا يعفقكم في لقائنا اليوم كلمنا عن مواضية كتيرة كلمنا عن استحيوب الديني والفرق بين ديني أوليات النواة حقيات النواة تشوفني عيني محتاجيني تشوفني عيني ديني متكرر تشوفني عيني ديني يعني مشافر في لقائنا القادم إن شاء الله ننتهي من الفصل الأول ونتكلم عن التفارات ونبدأ بمشاهدة الرحمن الفصل الأخير في المنهج نبتدي بقى نتكلم عنه البروتينات ودور الارني في تخليقها ربنا يعفقكم جميعا ونراكم دائما على كل خير كان معكم أستاذ محمد الورداني خبير مادة الأحيا والجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته